أخيرا وبعد طول انتظار الحدود البرية مع الجار الشقيق التونسية تعود لتفتح أمام المركبات السياحية والحافلات بعد أن اقتصر نشاطها لقرابة سنتين على شاحنات السلع قرار بعت آمالا في قلوب سكان المناطق الحدودية الذين لطالما كانت السياحة مصدر رزقهم انقطعت سلة القرابة وسلة الأرحام إلى مدة سنتين والآن الأسرطين الجزائرية والتونسية فإنهم لا تضهيها فرحة في هذه المناسبة هذا الإجراء أو هذه الخطوة هي خطوة ذات منفعة اقتصادية واجتماعية كبرى نأمل إن شاء الله أن يتعزز التبادل الاقتصادي ما بين البلدين تونس هو جزائر عبد واحد ربي ليعلم هو الواحد ما هي إلا سويعات عقب قرار فتح الحدود الجزائرية التونسية انطلقت التحضيرات لعودة الحركية السياحية بين البلدين بعد توقف دام لأزيد من سنتين توقف حمل معه تجميد تبادلات تقدر بملايين السياح سنويا قطاع السياحة والسناعة التقليدية يثمن قرار السيد رئيس الجمهورية في فتح الحدود كون ولاية تتبسى ولاية حدودية بامتياز هذا القرار الذي يخدم الاتجاهين ونحن كقطاع السياحة رنم بطاقة استيعاب 15 مؤسسة فندقية تقارب ألف سرير رنع الجاهزية تامة لاستقبال الوفود لدخلها على الشقيقة تونس بإذن الله وكذلك مرافقة 63 وكالة سياحية لإنجاح موسم الاستياف وكذلك إعطاء وجهة سياحية لبلدنا واستقبال الوفود الداخلة إلى الجزائر بإذن الله غلق الحدود الجزائرية التونسية كان إجراء للوقاية من كورونا وها هي اليوم تفتح بعد استقرار الأوضاع الوبائية في البلدين لتعود الحركية السياحية والاقتصادية للانتعاش